رجعت لحضراتكم مرة تانية قبل ما ادخل في الحلقة الفقرة المهمة جدا ازعت الان وكالة نوفوست الفرنس الروسية الرسمية بتقول ان الرئيس الروسي بوتين امر بسحب قواته من سوريا وانه ابلغ الرئيس السوري بالقرار ده وانه تفضل القاعدة البحرية موجودة او الاسطول الروسي عايز اقول لحضراتكم المسألة التباخط عايز اقول لحضراتكم كان طول عمرنا احنا مبسوطين جدا ان هناك خلاف ما بين امريكا وروسيا اول ما تتفق امريكا وروسيا علينا العوض احنا كما الاعشاب تدهسنا الافيال ربما البعض يهلل ربما البعض اللي عايزين بشار الاسد يمشي وعايزين سوريا مش عافيه يهلل وقول هي انتصارنا وكده وان امريكا قدرت تحتوي بوتين بس انا عايز اقول لحضراتكم اللي مبسوطين اوي دلوقتي المنطقة كلها سوف تدفع تمن هذا التقارب الروسي الامريكي زي ما قلت لحضراتكم زمان قبل اتفاق ايران مع امريكا اذا اتفقت ايران مع امريكا المنطقة العربية اللي هتدفع دوه هذا ما يحدث اذكر حضراتكم من الان ان اذا كان هذا الخبر صحيح فان الننطقة العربية سوف تكون هي الضحية للتقارب او الاتفاق الامريكي الروسي خليكم بس فاكرين المسألة دي اشتركوا في القناة